حاتمية الضيافة الاردنية لا تزال مستمرة بحجم الوطن والوطن غني في كرمه فقير في امكانياته فهو الذي اخذ على عاتقه منذ الازل استقبال اللاجئين الفارين من الموت مستمرا في تقديم الارض والامن والحياة متجاهلا او مكابرا على ظروفه الاقتصادية الصعبة يسجل في استضافته للاجئين المرتبة الثانية عالميا لحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 13 مخيما للاجئين الفلسطينيين في المملكة عشرة منها معترف بها من قبل وكالة الامم المتحدة الأونورو فالاردن استقبل منذ عام 1948 نحو مليونين ومائتي الف لاجئ فلسطيني اضافة الى نحو 170 الف لاجئ من غزة وحدها اضافة الى ذلك يوجد ثلاثة مخيمات للجوء السوري منها ثاني اكبر مخيم للاجئين السوريين في العالم اذ قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اعدادهم في الاردن بحوالي 759 الف لاجئ في حين تقول دائرة الاحصاءات العامة ان العدد اكثر من ذلك اذ وصل الى نحو مليون وثلاثمائة الف لاجئ اما عن بقية اللاجئين من الجنسيات الاخرى فقد بيانت المفوضية وجود 67 الف لاجئ عراقي واكثر من 12 الف لاجئ يمني واكثر من 5000 لاجئ سوداني ونحو 800 لاجئ صومالي اضافة الى 1750 لاجئ من جنسيات اخرى الاردن الذي استهلكت بنيته التحتية من جراء موجات اللجوء كان قد بيان في عدة محافل حاجته الى مزيد من الدعم الدولي للاستمرار في عطائه بل ولما حمرارا الى ضرورة تنفيذ ما وعدت به بعض الدول من دعم او على الاقل اصال دعمها المعلن دون اي نقصا فكلفة استضافة اللاجئين السوريين وحدهم تقدر بعشرة مليارات ونصف المليار دولار في حين لم يغطي التمويل الذي حصل عليه الاردن سوى 40% من اجمال الدعم المطلوب